أدرككم نقطة التطهير بتكون موجودة فيه وعلى أي أساس؟ التلوث بتلوث الماء فده لازم أعتقد وزارة البيئة الشغالة في هذه القصة مع وزارة الري ومحددة هذه الأماكن لكن يجب أن تقل الكميات الصرف يعني بعض القرى في نسبة كبيرة عندها صرف صحي لكن في بعض بعض القرى عندها هذه المشاكل فيجب أن نفكر في عالي استخدام مية الصرف في الزراعة فيجب أن نقلل مصادر هذه التلوث أماكن التطهيرات دايماً بتبقى فيه الأماكن اللي فيها مشاكل يعني دلوقتي لو فيه ترع بتمر داخل قتلة سكنية فمتوقع هذه المنطقة بتبقى ملوسة جامعة ده حتى لو عنده صرف طبيعي؟ المخلفات اللي برموها المخلفات الزراعية ومخلفات المنازل كمياتها كبيرة لو فيه المية مشى في هذه المجرى المائي أطعوك صرايانها فيه المنطقة أمام هذه المخلفات فيجب أن نحسن هذه المحلفات يمكن ظاهر دلوقتي الصورة أحد تحديات وزارة الراي هي زحف الرمال على المجاري المائي زحف الرمال دي عبارة عن كذبان رملية يمكن منتشرة في سينة وفي تشكا يمكن معهد طبيعة المكان بالزبط فيه كذبان وطباب رملية فالرياح بتجيبها زي ما كان باين في الصور إنها بتنزل على المجرى المائي وتدخل داخل قطاع المائي فبتقلل حجم الماء رقم واحد رقم اثنين تبقى بيئة صالحة إن تطلع فيها الحشاش المائية يمكن ترعى فيه الشيخ زايد في تشكا دي مبطنة ممكن تقسر التبطين فابتدى المعهد يفكر يعني التبطين ممكن يكون حل لا ده هي بيتمفروض التبطين ببقى سرعة عالية يبقى الحشاش لنموتها أقل يبتدت تنزل هذه الرمال زي ما مباين في الصورة حضرتك بتنزل بكميات كبيرة فابتدت تعمل مشكلة جدا في هذه المجاري فابتدى المعهد يفكر إنه يمنع وحتى لو جئنا نزيل هذه الرملة من داخل قطاع المائي تكلفته عالي فابتدى المعهد يفكر كيف نتحكم أولا حددنا المناطق اللي هي فيها زحف الرمال في سينا وتوشكا وابتدى نفكر كيف نزيل نمنع هذه الرمال اللي هي تنزل للمجاري فاتعمل حواجز شبكية لإنها تقلل الكيميات المائية اللي داخلها بيكون أماكن التواجدنا فين بقى؟ جنب الترع قريبا من الترع في اتجاه الأماكن اللي فيها تباب ويمكن اللي طالع على الصورة ده ده إحنا المعهد عندنا هو اللي هو الصدق في استخدامه وإن إحنا عايزين نشوف كيميات الرملة اللي نزلك داخل الترع كام فاتعمل هذا الصندوق اللي هو باين بدرج وفيه ريش تدي اتجاه الرملة هو داخل المجاري المائي حيث قدر بهذيك المجمعات الرمال أعرف كمية الرملة اللي نزلت كام فقدر أحكم على الوسيلة المنفذة لتقليل كمية الرمال اللي الداخل للترع ناك حوالها يمكن استخدمنا شباك مختلفة بلاستيك نوعيات مختلفة اللي تأثر بالشمس واللي تأثر به كان بيعدي رملة أكتر لغاية ما احنا بموزيلة هذه التجارب مستمرة في التوشكة لنصل إلى كيف نقل كمية الرمال اللي داخل الترع وممكن نزلها من بر بحيثها تحجز في الخارج ويبقى تكلفة إزالتها أقل ده ممتاز جدا حالك يمكن ذكرت نموذج الأوغندي هل فيه أطر للتعاون ما بين مصر وضواء الحوض النيل المجتمع ولا بيكون التعاون بشكل فردي زي ما احنا كده معرفنا عن النموذج الأوغندي لا طبعا مصر والحكومة ووزارة الموارد المائية والراي شغالين على كل أفريقيا يمكن احنا دخلنا بس في أغندا لما كان في حشائش لكن احنا الوزارة والحكومة شغالين في الدولة الأفرقية كلها مش أغندا بس لكن احنا كان أول مرة كمعهد ندخل في وجود حشائش كانت أغندا كانت هذه التجربة لنا كانت أول مرة هل بيكون في عقوبات بتوقع على من يلوث حض النيل أو المجاري المائية بشكل عنه وزي حضرتك تقدر تتوصل ليه ويتلقى العقوبة فعلا إلى المناسبة لا فيه قوانين كتير أنها تمنع وتشدد التلوث الموجود في المجاري المائية ده موجود والدولة بتطبقه يمكن الصورة دي بتبين أغندا حضرتك هذه البيو جاز دي أحد الكرة بتطبق فيها البيو جاز ده كان في كامبالا بقى ولا كان فين يا دكتور نعم فين دي بعيد عن كامبالا حوالي 7-8 ساعات بالعربية دي قرة على البحيرة كيوجا بعيدة عن المفاش يعني مفاش ولا قهربة ولا مية ولا أي إمكانيات خالص كرة صغيرة جدا عايشين في منازل زي ما هو باين أكواخ أكواخ كمان فاندم فكان البيو جاز بالنسبة لهم أحد اختراب يعني حاجة جديدة حاجة مفيدة قدر يستفيد منها إنها بيتجمع البيو جاز الحشاش يحطها فيها عشان كان مشكلة هذه الحشاش بتجمع فيه الأماكن تواجدهم إنهم مش عارفش ياخد مية أي لو عنده مراكب يمكن هاي الصورة دي تلعف هاي أحد الحشاش اللي هي موجودة عندهم سلفانيا مركب السيد مش عارفة تتحرك يعني اللي شوف الصورة دي يفكرها حقل زراعي آه بزر لا المية جوه خالص لسه دي بحيرة الناس بتدخل بتمشي فيه فيه اتنين جوه داخلين يجيبوا مية